موسيقى من استيديو الأخبار نحايكم مشاهدين وأهلا بكم إلى موعد الساعة الخامسة للأخبار تحتفل تونس اليوم على غرار بقية دول العالم باليوم العالمي للمرأة الموافقة للثامن من مارس من كل سنة وقد أعربت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أصدرته اليوم بالمناسبة عن امتنان تونس لكل المجهودات المبذولة من سائر الأطراف التي تراهن على المرأة لصنع التقدم الشامل والتسريع في وطيرته وجددت الوزارة في ذات البيانة اكبار تونس لنضال المرأة الفلسطينية في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني المحتل ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره متوجهة بتحية تقدير إلى كل النساء التونسيات داخل تونس وخارج حدودها بذات المناسبة التي تنتظم هذا العام تحت شعار الاستثمار في المرأة لتسريع وطيرة التقدم ولحظت الوزارة في البيانة أن هذه المناسبة الأممية تعد موعدا سنويا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوض بأوضاع المرأة التونسية ودعم حقوقها انتصارا لقيم المساواة والمواطنة وتكافأ الفرص بين الجنسين وتجزيدا لأهداف التنمية المستدامة في مجال المرأة وللتأكيد أيضا أن ما تم تحقيقه من مكاسب وإنجازات لفائدة نساء تونس وفتياتها إنما هو ثمرة خيار استراتيجية رهنت عليه تونس منذ الاستقلال وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقصر المؤتمرات بالعاصمة بإشراف وزيرة المرأة أمال بالحاج موسى وبحضور وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شبوب ووزير التشغيل لطفي ذياب وتم خلال الاحتفال باليوم الوطني الإعلامي حول برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وقصص النجاح انتظم بشراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحية تم عرض البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات الذي انطلق منذ أكثر من سنة ونصف أعلن المعهد الوطني للرزد الجوي أن عملية رزد هلالي شهر رمضان ستجري بعد غروب شمس الأحد العاشر من مارس الجارية وذلك بالأقاليم الخمسة للبلاد التونسية في كل من ولاية تونس بهضبة سيد بلحسن الشادلي وولاية باجا والقيروان وتوزر ومدنين حسب بلاغ أصدره اليوم المعهد إلى ولاية المهدية أين تم إنجاز محطة تطهير جديدة تخص بالمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة ومن المنتظر أن تستعمل هذه المياه المعالجة في القطاع الفلاحي بأحد المناطق السقوية بالجهة محاياة الرضواني نتعرف على التفاصيل بكلفة تقدر ب123 مليون دينار تم إنجاز مشروع محطة تطهير الجديدة بالمهدية والتي ستمكن من استغلالها في مجال ري الأشجار وزراعة الأعلاف مشروع مثل إحدى محاور زيارة عمل أدتها وزيرة البيئة ليل الشيخاوي إلى ولاية المهدية المحطة هذه مهمة برشاها هي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وإعادة استعمال المياه الرشح بصفة واضحة وبكاليتي برشا المحطة هذه رهي تكلفت 23 مليار ونزيد عليهم 19 مليون دينار لدراج المعالجة الثلاثية لنجم ونستعملوها في الفلاحة خاصة وثم مشروع كبير لإعادة استعمال هذه المياه عبر 700 إكتار وتشتمل هذه المحطة الجديدة للتطهير بالمهدية على عدة مكونات وتقنيات حديثة لمعالجة المياه وهي الوحيدة من نوعها في تونس في إنتاج الغاز البيولوجي لتوليد الطاقة حطة هذه من أول المحطات الموجودة في الجمهورية التونسية متكونة من أحد التقنيات لمعالجة المياه المستعملة هي الطاقة الاستعابة انتاحة 25200 متر كوب في اليوم الطاقة البيولوجية 9100 تلوث في اليوم تمتاز المحطة هذه بأنه مجاهزة بوحدة لإنتاج البيوغاز البيوغاز هذا نستعمله في إنتاج الطاقة والوحدة هذه توفر 60% من حاجات المحطة كذلك المحطة هذه زادة مجاهزة بوحدة للمعالجة الثلاثية المعالجة الثلاثية هي تكلمة للمعالجة الثنائية وهي متكونة من واحدة فاها لفيلتر السابل بشي يقع إزالة كل سلمواد العالقة وواحدة أخرى لتعقيم المياه والمياه تصبح معاقمة جاهزة للاستعمال في أي مجال وخاصة مجال الفلاحي هذا المشروع النموذجي الذي سيدخل حيز الاستغلال قريبا سيقع العمل على تعميمه بمحيط بقية محطة التطهير بالجهاء قصد تثمين استغلال المياه المعالجة في الري بهدف دعم الخدمات الصحية ومزيد تقريبها من المواطن اعتمد المستشفى المحلي للصحة بمعتمدية سبيبة من ولاية القسرين جملة من الإجراءات مع تركيز المجلس المحلي للصحة الذي تحاول السلطة المحلية من خلاله تشريك المواطن والجمعيات عن طريق إبداء الرأي وتقديم المقترحات نادي ارتيبي والتفاصيل أن يكون المواطن شريكا في النهوذ بالمنظومة الصحية بالمتابعة والاقتراحة هدف عمل لأجل تحقيقه المستشفى المحلي في سبيبة الذي ركز مجلس محلي للصحة ينعقد سنويا بحضور مختلف الأطراف وممثلين عن المجتمع المدني السنوات الأخيرة صارت في سبيبة ولا المواطن شريك في تحسين جوة الخدمات الصحية وبهذا قررت إدارة المستشفى مع السلطة المحلية أنهم يعملوا مجلس محلي للخاص بالصحة فيهم مطالب الأهالية النقاط التي نحبها تتحسن وبطبيعة نقيمها الموجود منذ سنة 2019 شرع الفريق الصحي بالمستشفى المحلي في سبيبة في منهج التحسين والتغييرات التي تهدف إلى إضفاء الجودة على الخدمات الصحية قصد تحقيق انتظارات المواطن كانت مجدية خاصة لكن منذ سنة 2022 في شهر سبتمبر وتحت إشراف وزارة الصحة وبدعم برنامج الصحة عزيزة انخرط المستشفى المحلي بسبيبة في مشروع الاعتماد والجودة في المجال الصحي للمؤسسة الصحية هذه قوزة النوعية حققها المستشفى المحلي بسبيبة حيث تمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريضة والقيام ببعض الإصلاحات إضافة لدعم قسم المخبر والتحليل بالمعدات والإطارات الشبه الطبية وتركيز عيادات طبية جديدة على غرار عيادة طب العيون وعيادة طب النساء والتوليد وتخصيص وحدات دائمة للتقصي عن الأمراض المزمنة بشكل مجاني إضافة لتركيز وحدة لفرز النفايات مع الشركة عملنا مشروع ذلك هو فضاء تجميع النفايات الخطيرة تجيز شركة دسري كل مرة تجيز صفة دورية تمشي تهزة النفايات هذه تتصرف فيها معناها وين كنا وين أصبحنا معناها في تجميع النفايات هذه وعندنا مخزن آخر لتجميع النفايات غير الخطيرة ومن المنتظر أن يتحول المستجفى المحلي بسبيبا إلى مستجفى جهوية بعد دعمه بطب الاختصاص وستنطلق قريبا أشغال بناء المستجفى الجهوي سنبا بسبيبا إثرى الانتهاء من الدراسات اللازمة وطلب العروض مشروع ممول من قبل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة جملية تقدره بـ 55 مليون جنار يعاني مركز الرحمة للتوحد والاسترابات المتشابهة بولاية سيدي بوزيدا من نقص الإطار المختص وتجهيزات العمل وضع أثر على طبيعة الخدمات التي يقدمها هذا المركز سيما وأنه المركز الوحيد بالجهة الذي يعتني بالأطفال الحاملين لطيف التوحد نقل في الموضوع مع منال بالطائعة مركز الرحمة للتوحد والاسترابات المتشابهة التابع لجمعية أولياء وأصدقاء المعاقين التونسيين فرع سيدي بوزيد والخاضع لإشراف الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالجهة هو المركز الوحيد على مستوى الولاية الذي يهتم بالأطفال الحاملين لطيف التوحد والذي يعمل على تيسير عملية إدماجهم بالمدارس أو مؤسسات التكوين المهنية المركز الوحيد في ولاية سيدي بوزيد مركز مختص عنا فيه معناها مربين مختصين وقاعد معناها يقدم في عمل حقيقة عمل جبار صغار اللي عندي تتراوح صعوبات اللي عندهم هما من ذوي التوحد ومن ذوي تشطي الانتباه وفرط الحراكية تتراوح أعمارهم بين 11 و14 ستن حالتهم بين المتوسط والخفيف هما فيتهم السن القانوني للإدماج المدرسي لذلك أحنا نحاول نهيئوهم ونأهلوهم للإندماج في الحياة المهنية نقص الإطار المختص والتجهيزات من أبرز الصعوبات التي يعاني منها مركز الرحمة للتوحد ما يسبب تأثيرا على سير العمل ويستدعي بالضرورة توفير المتطلبات اللازمة لتقديم الإحاطة الضرورية للأطفال المصابين بالتوحد نقص في الاختصاصات من ضمنها من البسيكولوج والرقو والارتوفونيس لكنه نحن نحاول نجد طرق أخرى كما اتفاقية شراكة مع مؤسسات عمومية أو خاصة لتوفير هذه الاختصاصات بالنسبة للتجهيزات عن نقص كبير خاصة مع التطور العمل مع الفئة هذه من التوحد ومع التطور الدراسات الموجودة والمطريال الجديد اللي قاعد في كل مرة يخرج صعوبات كثيرة يواجهها أطفال التوحد في تونس ما يبرز بشكل كبير الحاجة الملحة إلى مثل هذه المراكز لمزيد الإحاطة بهم في الخبر العربي وصلت رئيسة المفاوضية الأوروبية إلى قبرس لتفقد الاستعدادات وإرسال المساعدات لقطاع غزة عن طريق البحر وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية في الأثناء تواصل قوات الاحتلال قصفها لمناطق عدة في القطاع مخلفة المزيد من الشهداء والمصابين التفاصيل في تقرير لجميلة سويلح محمد في اليوم الرابع والخمسين بعد المئة من الحرب على غزة وصلت قوات الاحتلال قصفها الجوية والمدفعي على مختلف مناطق القطاع وقد استشهدت تسعة أشخاص من بينهم نساء وأطفال في غراء على منزل بدير البلح كما أسفر قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح عن استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم طفلاني ووفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة فقد ارتكب الكيان الصهيوني ثماني مجازر ضد العائلات راح ضحيتها ثمانية وسبعون شهيدا ومئة وأربعة مصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأكدت الوزارة أن 72% من ضحايا عدوان الاحتلال هم من النساء والأطفال يأتي هذا تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال شن حملات الاعتقال الواسعة التي تطل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الذفة الغربية حيث اعتقلت اليوم أربعة أشخاص في مستشهد فلسطيني خلال اقتحام منزل بجينين ووسط تحذيرات الأمم المتحدة من انتشار مجاعة بين أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه لحالة الاتحاد أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء مؤقتا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر وأفاد مسؤولنا في الإدارة الأمريكية في تصريح إعلامي أن الميناء سيستوعب السفن الكبيرة المحملة بالغذاء والمياه والإمدادات الطبية والمعيشية وستعتمد العملية الأمريكية على مبادرة الحكومة القبروسية لجمع المساعدات الإنسانية في مدينة لارنكا الساحلية بالجزيرة على بعد 210 أميال بحرية من غزة وأوضح المسؤولون أن واشنطن ستعمل مع الشركاء والهلفاء الأوروبيين والأقليميين لبناء تحالف من الدول التي ستساهم بإمدادات وأموال إلى جانب التنسيق أيضا مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية وفي هذا الإطار أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اقتراب فتح الممر البحري مؤكدة أن العمل التجريبي يبدأ اليوم ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله غدا أو بعد غد وفيما يتعلق بالمفاوضات التي تعثرت الأسبوع الماضي بالقاهرة وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى قطر لعقد اجتماع مع الوسطى في محاولة قد تكون الأخيرة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان إذن نقطة نهاية مشاهدين المزيد من الأخبار ضمن نشرة الثامنة ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاشتماعية عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة شكرا على المتابعة ضمتم في رعاية الله وإلى اللقاء